محطة الانتصار الانتصار صعب جدا جدا كان في حياتي في الأول كنت لازم علشان أنتصر على وساوس إبليس وعلشان أنتصر على إزاي هو بيوصف في ودني أو في صدور الناس بيحاول أنه يخليني أعمل أشياء غلط أو أخطاء كنت أرى قرآن مثلا أرى صورة الوقرة أو أرى المعوزتين أو صورة الكرسي لازم يبقى فيه جهاد مستمر لازم يبقى فيه دعاء مستمر لازم يبقى فيه حاجة مستمرة تخليني أطلع من أخلي إبليس يبعد عني لكن في نفس الوقت أنا في حياة الانتصار حتى في قمة راية القرآن والتحصين دهوت أنا كنت لازلت معرضة لمسلا أن حد يعملي أعمال أن أنا أتعرض للحسد كل دهوت في أفكار المسلمين أعمال سحرية أعمال سحرية أيوة أو أن الحسد يصبني وأمور زي كده كنت أحس بعدم الأمان خوف خوف على طول إزاي يا رضمان أن أنا أنا منتصرة على مملكة روحية أنا مش شايفاها أنا مش عارفاها ومعرفش عنها أي حاجة المسيح في الصليب قدم هذا الانتصار المسيح في الصليب قدم هذا الانتصار أنا مش مضطرية أن أنا أعمل حاجة أنا مش مضطرية أن أنا أقعد مثلا أصلي أو أن أنا أقعد أعمل مش عارفة أقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل علشان أخذ حياة الانتصار الآية بتقول بشكل واضح جدا ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان يعني الله ضامن هذا الانتصار الله ضامن الانتصار شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين كل وقت أنا في موكب نصرة أنا منتصرة لي لأننا في المسيح لأننا دخلت الباب بلت في عمل المسيح دخلت منه ووصلت أن أنا أبقى في المسيح مع المسيح صلبت أحيالي أنا بل المسيح أنا مش عايشة أنا دلوقتي لكن أنا عايشة المسيح فبالتالي إبليسا ما هيجي يحارب هيحارب مين هيحارب المسيح مش هيحارب رشا لأوك واضح في كولوسس حاحة 2 من خلال عمل الصليب مكتوب أنه جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه فالمسيح هزم الموت أين شوكتك يا موت هزم القبر أعطانا الرجاء المبارك والحياء الأبدية هزم الشيطان هزم إبليس فإحنا في المسيح منتصرين طبعا وأعظم من منتصرين كمان